مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان أهلا بحضراتكو حلقة جديدة من برنامج زمالكاوي يوم حزين على كل زمالكوية يمكن النهاردة مقدمتي كزمالكاوي قبل ما يكون حاجات في الإدارة وهمين صندوق نادي الزمالك أو عضو مجلس إدارة صابت في الاتحاد المصري لكرة القدم لكن قبل ده كله يمكن تربيت وسط عائلة زمالكوية من الجد الكابتل محمد لطيف الوالد إبراهيم لطيف وليلي الشرف أن أنا أنتمي إليهم ثم أنا يمكن آخر أجيال العائلة الزمالكوية الإعلامية تربينا على حب الزمالك يمكن نشأت وسط عائلة زمالكوية تربينا على الفوز الانتصارات الإنجازات البطولات البيضاء ما تعودناش على الهزيمة ما تعودناش على الخسارة ما تعودناش على الأداء الغير مشرف لنادي الزمالك النهاردة هبدأ حلقتك يا زمالكاوي قبل ما يكون مسؤول زمالكاوي حزين على خسارة نادي زمالك بسلسية نطيفة أمام فاركو والقصة بالنسبة لك قصة أي زمالكاوي الخسارة بأداء ما كناش متوقعين أداء صدمة لكل جماهير نادي الزمالك صدمة في الأداء والأخطاء ويوم غير موفق تماما لكل لعبي نادي زمالك في استاد الأسكندرية بغض النظر عن السبب وبغض النظر عن الأسباب الكثيرة لهذه الخسارة لكن في النهاية هو يوم حزين لكل زمالكاوي يوم حزين لكل من ينتمي للقلع البيضاء يوم حزين لكل من يعشق الفرق لألعاب الرياضية لنادي الزمالك اتربنا الانتصار مع فرحة وبقالنا سنتين بنفرح مع كل جماهير نادي زمالك وبطولة دوري وبطولة كاس بطولات في ألعاب الصلاة مع كل إخفاق دائما وأبدا بقول دائما أنا بقى متفائل دائما وأبدا بقول لازم نفكر للمرحلة الجاية لكن النهاردة طلع طعم الخسارة أكبر بكثير من تفكيري للمرحلة القادمة وخاصة أن احنا رايحين لبطولة غاية في الأهمية كل جماهير نادي الزمالك تنتظرها وكل عشاق الفنيلة البيضاء تنتظرها وهي دوري أبطال أفريقيا كنت غائب لظروف مرضية وكنت أتمنى النهاردة أن أرجع لحضراتكم بعد انتصار أمام فرقه لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وكزمالكاوي طلع في مقدمة حلقة زمالكاوي عشان أقول أنا حزين زيكم وحزين زي كل الزمالكوية من الأداء قبل النتيجة أمام فرقه من اهتزاز الأداء بشكل كبير جدا جدا من معظم اللعبين خلينا ما نتحدث بكل صراحة مش دا الزمالك اللي احنا عشقناه مش دا الزمالك اللي احنا حبناه مش دا الزمالك اللي احنا تربين عليه مش دا الزمالك ويعني فريق نادي الزمالك اللي كنا بنشوفه بيصول ويجول حتى يمكن نهاية العام الماضي وقبل بداية شهر يناير في عام 2023 وقبل بداية شهر فبراير هذا العام وكأن فريق نادي الزمالك في نهاية موسم عام 22 فريق وفريق الزمالك اليوم فريق آخر فريق تشعر ان انت امام فريق ليس لديه الحماس الكافي للفوز ليس لديه التركيز الكامل لإحراز ولو هدف في شباك فرقه فرقه كل تحية واجلال وتقدير للحماس والقتال اللي من اول دقيقة حتى اخر دقيقة لكن في النهاية نهاية مباراة حزينة لكل الزمالكوية ما كنتش اتمنى ان انا اطلع النهاردة في يوم حزين على كل زمالكاوي لكن الرياضة في الآخر علمتنا ان بيبقى في فوز وفي هزيمة المهم ان احنا نعرف اسباب الخسارة ايه والمهم ان انت تعرف اسباب الاخطاء اللي عندك ايه عشان تبني او توصل او تقطع شرط في الحلول اعتقاد الشخصي مباراة النهاردة للنسيان لكل الزمالكوية ولكل فريق نادي زمالك زمالك عنده لقاء مهم امام شباب بلوزداد يوم الجمعة القادمة في بداية مشوار في دوري ابطال افريقيا اسباب كتيرة جدا جدا نحن في غنى ان احنا نتحدث عنها لكن في النهاية وفي بداية حلقة النهاردة هو يوم حزين لكل زمالكاوي